مشاهدين الكرام مساء الخير عليكم ورحبا بكم معنا في حصة تاج رمضان إنها ليلة القدر خير من ألف شهر الموضوع اللي خيرناه لكم اليوم رحين نتكلموا عليه رحين نهضروا على ليلة القدر يعني كيل يختم القرآن تاعه وكيل لي طهر الأطفال دياله نرحب بضيوفي الكرام مساء الخير شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ مصطفى الأستاذ الكريم المشاهد صلى الله تعالى القبول والتوفيق مساء الخير أستاذ الواسغة مساء الخير أستاذ خير مصطفى ومساء الخير لضيوفي الكريم وكل مستبيعي قناة الشرق شكرا مشاهدين الكرام مرحبا نرى هذا الفيتيان بعد الفيتيان نعود لحوار ونقاش هذا الموضوع إنها ليلة سبع والعشرين من شهر رمضان الكريم ليلة خير من ألف شهر كما قال عنها الله عز وجل وخصها بالخير الكثير بين باقي أيام الشهر الفضيل وسائر الأيام ليلة يترقبها العابدون ويترجاها الساجدون وهي أيضا ليلة تختص باحتفال خاص ففيها يختم القرآن الكريم بمساجد القطر وترى عمار بيت الله في منظر مهيب يبعث بالطمأنين والشعور بالانتماء لأمة الإسلام وهو يوم ترتفع الدعوات والابتهالات تقربا من الله وتقام في هذه الليلة مصدقات لحفظ القرآن وتجمع في هذه الليلة الصدقات لصالح المساجد للفقراء والمساكين كما أن الكثير من العائلات الجزائرية تحرص على ختان أبنائها ليلة السبع والعشرين من رمضان تيمونا بهذه الليلة المباركة وتجنبا لمصريف قد تثقل كهل الأولياء إذا ما كان الختان في غير رمضان إنها إذن ليلة القدر ليلة خير من ألف شهر مشاهدين الكرام كما شفنا هاد الفيتيار نولي وضيفنا الكرام شيخنا يعني حنا شفنا هاد الفيتيار ما شاء الله ناسا يطرح تختم القرآن تحرى في المساجد وكايله يختموا في المنازل وكايله يطهر أطفال ديالو الحمد لله على نعمة الإسلام من عجائب الأمور أن الله سبحانه وتعالى راعى ضعف هذه الأمة فجعل لها بعض الأعمال الصالحة تتضاعف إلى أضعاف لا يعلمها إلا الله ومن ذلك هذه الليلة المباركة قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر فصورة كاملة أنزلها الله تعالى من أجل هذه الليلة المباركة ما معنى ليلة القدر هي عظيمة عند الله عظيمة القدر من معاني ليلة القدر القدر عظيمة القدر عند الله ومن المعاني الأخرى أن الأقدار تقدر في هذه الليلة الأقدار تقدر في هذه الليلة تعرفوا أستاذ مصطفى واش معنتها ألف شهر نعم شحن من سنة ألف شهر تقريبا راهي 83 سنة وربعة أشهر نعم الذي يعبد ربه في هذه الليلة كأنه عابد 83 سنة وأربعة أشهر فضل عظيم علينا والله فالإنسان عليه أن يستعد لهذه الليلة ويجتهد ويحرص قال نبي صاصن في الحديث يلتمسوا ليلة القدر في الويتري من العشر الأواخر من رمضان يلتمسها أنت إنسان يحاول يحرص عليها أنه وش يقول الحديث يعني العشر أيام الخاليين تعلم دعا نعم ما شف هذه الليلة هي في العشر أيام الأواخر ثم في الأوتار أي 21 23 25 27 29 هنا تكون يزيد يحرص زيادة هو يحرص في العشر وهنا المولاي الزوجي الرائع الإنسان أنه يبدأ الإنسان يبدأ يجتهد في بداية رمضان يقرأ القرآن يصلي يقوم وراء كما يقوله الهمة التي تطلع بالعقل في العشر الأواخر يزيد يزيد في الاجتهاد في العشر ويزيد كذلك شوية زيادة في هذه الأيام الخمس كما ذكرنا 21 23 25 27 29 ويزيد في الـ 27 لأنه في حديث آخر يذكر أنه إذا راح تكون في الـ 27 الحظة التاعى الـ 27 أكثر من الأيام الأخرى وفي الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد جاءكم هذا الشهر المبارك وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم فأيها المسلم أيها الصائم أيها الجزائري احرص على أن تقوم هذه الليلة احرص على قراءة القرآن في هذه الليلة على العبادة ما عليش أنت يا أخي ركح غدوة ترتاح اجتهد وحرص ألا تضيع فالك تروح تضيع وقتك في هذه الليلة تروح تفرج من أبريش أنا وتضيع وقتك في القيل والقال والأسواق والقصرة وفيسبوك والواتساب حبس شوية دي كونكت شوية وركز على عبادتك هذه الليلة ربي رك كرمك رو كرمك ووفقك أنا وصلت إلى رمضان وراكح بيدنا يتعقب هذه الليلة فبارك الله فيك أشكر مولاك وأعبوده في هذه الليلة المباركة أسأل تعالى أن يوفقنا لخيام رمضان إيمانا واحتسابا ولخيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا والله تعالى شكرا أستاذ الواسعني في ليلة القدر ولا في النصفية على رمضان الناس طهر ولا دعا نعم هذه رأي من عادات وتقاليد وأعراف الأسرة الجزائرية بما أنها أيام المباركات وبما أنها ليلة القدر الليلة القدر يخلون من ألف شهر يعني رويهم مبارك يعني عند المسلمين هناك بعض العتاد يعني والتقاليد والأعراف أن يقوموا باختيتان يعني الأطفال الآن والحمد لله ما رناش في الجائحة كما وقع منذ سنتين ومنعت حتى عملية الاختيتان الجماعي والاختيتان والحفالات ذكرنا الحمد لله يعني في فسحة من أمرنا رايكين الحمد لله أطباء جراحين أخصائيين يعني في كل المجالات وممكن أنهم يقوموا بعملية الاختيتان يعني وفق القواعد والبروتوكول يعني المسرح به نعم رأنا نشوف والحمد لله جمعيات خيرية تكفل الأيتام وتكفل الناس كما أقول للناس المعوزين وتشاركهم الفرحة حتى الناس اللي يلبس بها هي ولا تنتظر عفوا شهر رمضان مش فقط لمطاعم الرحمة يعني وصلت الناس وين عندها المال ومن قدش تشوف مطعم وين يقدر يصرف باش المطاعم كما أقول عن طبيب جراح نعم يقوم بعملية الاختيتان لربليك رايح كما ذكرت لي سابقا يطلب منه أن يقوم بعملية التحاليل لأن الأطفال ربما هذا الطفل روي يعاني من مرض ما اللي راح يشكله خطورة في عملية الاختيتان هناك على مستوى المستشفيات العمومية على مستوى المصحات العمومية يعني تشكل يعني فضاءات خاصة بالاختيتان ونكون فيها يعني مراعاة لكل الشروط يعني الخاصة باش تفوت هذه العملية يعني على أحسن وجه ونتفادى ونتفادى وقدر المستطاع الختان التقليدي نعم ربما في مرحلة ما كان الختان التقليدي كانت الأمور ناقصة ما كانش أمور موجودة ربما في هذه الظروف هذه ربما كان إنسان اللي ما عندوش نحن نقول له توجه والحمد لله يعني هناك عدة جمعيات رايلي هي راي تبحث عن الناس اللي محتاجين لعملية الختان يوفروا له اللباس نتاعه يوفروا له كل شي ويقوموا بهذه العملية ويقوموا يعني في أجواء من الفرحة وباش نك ما نكتموش هذه الفرحة هذه يعني لازم الإنسان يحترم كل هذه الضوابط من عملية يعني التحليل تحليلات اللي يقوم بها الإجراءات المتخذة في عملية الاختتان باش الكل يعني يفرح ويعني هي أيام يعني صراحة ما نقدرش نقول لك إضافة لأنه أهل الخصاص أهل مكة أدرة بشعابها لما تكلم مع الطبيب طبيب هو ربليك يعلم ولكن أنا نتكلم على الناس اللي تقوم بطريقة تقليدية تعزمان خويا مصطفى يروح هات الديه يعني يقوم بتطهير متاعه عملية الختان يعني في بعض المناطق يعني هذا الشيء ما روش شائع ولكن فلا ربما أنه يكون الإنسان باش يتفادى يعني كل يعني تبعات انت هذا الختان يعني اللي ما يكونش وفق يعني البروتوكول المحترم والبروتوكول الصحي يعني نعم أولا نقبله كل شيء يتبعوا إرشادات الطبيب فيما يخص عملية الختان وما بعد عملية لازم يدل التحاليل نعم التحاليل شوف صراحة أني قلت لك التحاليل الطبية مهمة ومهمة جدا قبل عملية الاختتان والطبيب لازم يكون طبيب جراح يعني طبيب من أهل الاختصاص يعني اللي يقوم بعملية الاختتان واني قلت لك الحمد لله يعني شوف اللي عنده يقوم بلدي ربك يطهر واللي ما عندوش ربك يقوم ونزيد نقول تانيك لإخواننا من جمعيات المجتمع المدني اللي رم مشكورين يعني واللي أقاموا مطاعم الرحمة واللي زاروا الناس بقفة رمضان واللي يوجدوا نقول لهم يعني زيدوا قثروا لأنه هذا الجائحة يضرت بزاف في الجزائريين كأن ربما إنسان عفوا يظهر للعيان أنه رولة بس به ولكن عنده تفل ربك في المرحلة تالي اختتان نقول لهم ما تحرجوش الناس أيضا في العملية هذه ورانا شوفنا الحمد لله يعني يقوموا بعملية شوف يحضروا فيها إما دكاترة يحضروا فيها فنانين شوف البهجة هذيك اللي ترتسم على وجوه الأطفال خاصة الأيتام والمعوزين والله يصدقني فرحة لا تضاهيها أي فرحة وإن شاء الله هذو من النش اللي رام يكون الجيل الصاعد من تاع الجزائريين وحنا ما دابينا يعني الأطفاء كي باش يطهروا هذي الأطفال ما يدونه شي غرفة وحدة بس يجيب لك 30 ولا 40 طفل وهو على هوا يطهر في الأطفال وهذو كي بدوا يبدوا يحسوا يعني قبل ما يبدأ قبل ما يختنوا هو الجانب هو أنا بألك الجانب النفسي يعني ربما مراعاة الجانب النفسي ولكن شوف يا مصطفى صدقني في الوقت الحالي والله يعني يا الإنسان الشي المفرح يا علي البوبكي أنه شوف وقت فات وقت فات هارك كانت يعني تقام بأمور يعني تلقى أنت الخال مننا والعام منه ويشدوك ربما والله إلا وصفنا لمجتمعات يقولك طريقة وحشية ولكن لكن في الوقت الحالي يا ركاين يعني المخدر يقوم بالمخدر وفي إجراءات يخدروا ذلك المنطقة ويقوموا بعملية الاختيتان قولوا لك بارك الله وفيك وعلى المعلومات ونصائح اللي قدمتهم للمشاهد الكريم شكرا شيخنا عن نصائح اللي مديتهم للمشاهد الكريم مشاهدين الكرام أما أنا ما بقالي نقولكم بقوا على أخير نتلقوا في عدد آخر بحول الله سلام صحة فطوركم صحة صحوركم شكرا